المطالب الدولية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان تعود للواجهة من جديد حيث أقر اجتماع لمجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان فتح معابر حدودية جديدة ومسارات أكثر كفاءة ومباشرة لتوصيل المساعدات الإنسانية لما لا يقل عن 25 مليون سوداني هم بحاجة إلى مساعدات طارئة وفق الأمم المتحدة وسط تحذيرات من خطر المجاعة وهو ما تنفيه الحكومة في بعض المناطق في نقص في بعض المناطق ناتج عاشر النقص هذا سبب إشنا زي ما قلتك بين التمويل بتاع المعنقين لفضل الإستيابة الإنسانية ضعيف جدا يكاد يكون مع دول بدزبة ضئيلة جدا والدول دي عزفت عن توميلة حطة بتاعتم تاعترد عشرين لأسباب كلنا نحن المعنقين لأنه يكون في نقص خاصة للغزاء وفيما طالبت المجموعة الدولية التي تضم دول أمريكا وسويسرا والسعودية والإمارات ومصر إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي طرفي النزاع في السودان الالتزام بضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية يرى مراقبون أن الأمر يواجه بتحديات تغتضي تفاهمات مسبقة مع الطرفين تحديات أساسية أولهما أن العبور الشاحنات سيمر بمناطق اشتباك نشطة فعلى المتحالف الدولي أن يذهب خطوة قبل أن يتحدث عن مطالبة لطرفين النزاع بالالتزام لا بد أن يوقع اتفاقية مع كل من الطرفين وأجبر نحو 12 مليون سوداني وفق تغديرات للأمم المتحدة على مغادرة مناطقهم السكنية بسبب الحرب منهم 10 مليون نزحوا داخليا ويواجهون ظروفا غير مثالية في مخيمات ومراكز للإيواء في عدد من المدن بالولايات السودانية تأكيدات إقليمية ودولية على ضرورة إشراك الأطراف السودانية في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الدول الإنساني وإعلان جدة فما مدى القابلية للاستجابة والالتزام عزم الإمام قناة الغد بور سودان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر